في حرية رأي والتعبير عموماً وحرية الصحافة ولاقيه هنا ودي حاجة تهمنا احنا ما كمصريين لانها عن اثيوبيا لكن CNN هي اللي نشراها بناء على تحقيق صحفي تلفزيوني عملته CNN وكشفت عن ان الخطوط الجوية الاثيوبية نقلت اسلحة الارتريا الارتريا حالفها في مواجهة اقليم تجري والطائرات مدنية نقلت فيها اسلحة الحكومة الاسيوبية استخدمت شركة الطيران التجارية المملوكة للدولة لنقل الاسلحة من وإلى ايرتريا الموجودة اسناء الاسابيع الاولى من الصراع المجاورة الاسف وهذه المرة الاولى التي تتمي فيها تسجيل تجارة السلاح بين العدوين السابقين خلال الحرب الممتدة اللي نحو عام في منطقة تجراي الشمالية في اسيوبيا التحقيق ده نشرته سي ان ان واثار جدل رهيم والإدارة الأمريكية مسؤول فيها رد وقال هذه الاتهامات خطيرة جدا ليس فقط لأنها تمثل انتهاكا محتملا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي اللي هو طبعا ما فيش اسلحة تتنقل على يعني طائرات مدنية ركاب وتجارية الناس مدنيين بل ايضا لان استخدام مركبة جوية مدنية لنقل مؤدات عسكرية اقلاب على الاعراف ويهدد طائرات نقل الركاب حول العالم ولن تتردد للولايات المتحدة في استخدام كافة الادوات المتاحة لها لانهاء الصراع الذي تسبب في مجاعة وترك الملايين في حاجة ملحة للمساعدات في تجري والسوبي يبقى اكثر من نقطة هنا النقطة الاولانية ان ده تحقيق صحفي تلفزيوني من سينان بيكشف ويعري دور الحكومة الاثيوبية في حرب الاهلية وفي ايه يعني وتحقيق بيستقبل يعني القسم واليمين بتاع ابي احمن كرئيس حكومة لمدة خمس سنين جايين مؤخرة منذ ايام يعني بعد الانتخابات الاثيوبية فالنقطة التانية ان الادارة الامريكية كما لوحد باستخدام عقوبات وفرض عقوبات هي ايضا تعود وتؤكد ان الاتهامات دي ان صحت ان تيقنت منها ستصبح مثارا ايضا لعقوبات اخرى تجاه اثيوبي الامر كله بيوردينا الى اي حد الوضع الاثيوبي وضع ذلق خطر وانه لا يمكن بقي حلم الاحوال انه التعامل مع اسيوبيا باعتبارها الدولة المستقرة الامنة الساكنة بالعكس اذا كان هناك من يحاول ان يتهم مصر سواء في دوائر الاعلام الغربي او في الدوائر السياسية او في منظات حقوق الانسان الدولة المصرية يمكن ان يتهمها هذا او ذاك او ذلك بانتهاك حقوق الانسان فهذه الاتهامات لا تشكل واحد من مليون مش بقول من الف بقول من مليون من الاتهامات الحقيقية الاكيدة الثابتة اللي بتبارسها الحكومة الاثيوبية تجاه شعبه فمرة اخرى مهمة مصر وهي بتتعامل مع منافعه الانسان على الخارج ان احنا نخلص من كعب اخيل ده وانه ما نباش موضوعين في اي لحظة من اللحظات بمقارنة مع دول تنتاج حوق الانسان على النحو الاثيوبي الشارس البشع لانه مصر اكبر واعظم من انها تتورط في مسائل هي صارت مسائل حتى بمعيار السلامة الامنية لم تعد بابا للسلامة الامنية